نعم مساء الخير عليك وعلى الزملاء الضيوف والسادة المشاهدين وأوشارك الأستاذ نظير في توجيه تحية لك لإني شاهدت ما شاهده الزملاء والسادة المشاهدين قبل بدء حلقتنا من زاوية المهنية واحترام أيضا قرارات الأمم المتحدة وهذه قعدة مهنية يفترض أن تكون بديهية فلك الشكر والتحية عليك شكرا جزيلا لكم سادة نظير دكتور عمد فيما يتعلق بالحادثة الأمس يعني بلا شك المؤشرات كانت تقول حتى التقرير الذي عرضتمه فيما يتعلق بتاريخ المواجهات بين حزب الله وإسرائيل أن هذا النوع من بنك الأهداف لم يكن في أي مرحلة من المراحل يهتم به حزب الله أو يسعى إليها أو قام بعمليات استهدفة مدنيين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية سواء كانوا في الجولان أو في أي مكان آخر ومع ذلك نتيجة خطأ ما في الحسابات قد يكون القبة الحديدية قد تكون صاروخ أطلق من جماعة خارج حزب الله أو حتى من حزب الله بطريق الخطأ وحدث ما حدث وهذا يعني يدفعنا إلى مناقشة مخاطر أنه في كثير من الأحيان تكون هناك حسابات استراتيجية تتعلق بعدم الانجرار إلى حرب شاملة وهذه فعلا حزبة حزب الله وإسرائيل والولايات المتحدة أنه لا يجب أن تؤدي هذه المواجهات المستمرة منذ عدة أشهر والتي ربما على الأرجح ستزداد وطيرتها في الساعات القادمة من قبل الجانب الإسرائيلي بأن لا تتحول إلى حرب شاملة ولكن المشكلة أنه في بعض اللحظات يكون هناك خطأ في الحسابات في لحظة معينة قد تجرون ليس بالضرورة إلى وهنا أشارك مقيل من قبل لن تكون حرب تقليدية لن تستدعي إسرائيل أجواء ما قبل ألفين ومراحل تحرير الجنوب والتي كان فيها أجمع وطني على حزب الله وعلى فصائل المقاومة لأنها كانت تخط مقاومة تحرير أرض هذا الوضع طبعا هناك خلاف عليه الآن لأن هذه الأرض تم تحريرها وأصبح حزب الله طرف من أطراف المعادلة السياسية فإسرائيل لن تحاول مرة أخرى أن تحتل أراضي وتعيد مسألة الإجماع مرة أخرى داخل الصفوف اللبنانية ولكن ما أحذر منه هو أنه قد يكون هناك أو قد يأتي خطأ في الحسابات يؤدي إلى تحول حتى لو لم يؤدي إلى حرب شاملة ولكنه قد نشهد إيزاء لمدنيين اللعب بالنار يا دكتور عمرو الشوبكي الآن الأمور لكن خيوية في بيروت وفي غيرها